متابعة لأخبارنا البداية بأخبار متفرقة تمكنت فصيلة الأبحاث ليدركيا الوطني بالجزائر من الإطاحة بشبكة مختصة في التزوير والاستعمال المزور في المحرارات الإدارية تتمثل في رخص سياق وجوازات سفر أجنبية يقودها فارقة يقيمون في الجزائر بطريقة غير قانونية تعود وقائع القضية إلى تاريخ 12 نوفمبر 2016 أن تمكنت أو تمكن أعوان أمن الطرقات بزرالدة من سحب رخصة سياقة دولية مزورة تخص أحد الرعاية الأجانب وبعد تكثيف التحريات تم توقيف رعيتين إفريقيتين آخرين من دولة الكوديفور على متن مركبة سياحية بحوزتهم رخصة سياقة دولية مماثلة فيما تم حجز ثلاث جوازات سفر غير سارية المفعول بعد تفتيش مسكن المشتبه فيهما ووثائق قوية مزورة إضافة إلى حجز مبلغ مالي من مختلف العمولات ما يقارب المليار سنتيم وتم تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة الشراقة أين تم إداعهما الحبس المؤقت بتهمية تزوير واستعمال مزور في محررات إدارية مخالفة التشريع وتنظيم الخاصين بصرف وحركة رؤوس الأموال بالإضافة إلى انتحال أسماء وألقاب الغير والسياقة بدون رخصة للهجرة السرية والإقامة غير القانونية ترجمة نانسي قنقر